اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على كتيبة وليد الرقراجي في الميدان في لقاء كندا تحدثنا عن هذا الانجاز خلال ملف خاص قبل قليل ونواصل للحديث اليوم ولنبدأ بردود الفعل وليد الرقراجي يقول أنه تأهل مستحق ولم لا الآن أن نحلم بكأس العالم ويستحق هذا الكلام نظير ما قدمه الفريق الوطن المغربي وما قدمه وليد الرقراجي للمنتخب المغربي من إضافات صراحة زرع الروح لللاعبين حدث تورى داخل المنتخب المغربي صارت هناك لحمة هناك عائلة تشتغل هناك تعاون تأخي تأذر منقطع نظير ما نشاهده في الفريق الوطني المغربي الجماهير التي تساند تدعم هناك بقطر أصبحت يضرب بها المثل على الصعيد العالمي واصبحت من بين الجماهير الكبرى في العالم وهذا ليس وليد اليوم ولكن المتابعة للفريق الوطني المغربي دائما تحدث هذا هذا الصلة بين الجمهور واللاعبين أعتقد تحية كبيرة لكل اللاعبين على هذا الإبهار على هذا العطاء تحية لكل أطقم تقنية إدارية رغم أن الفريق الوطني المغربي الآن يلزمه كثير من الأشياء لكي يصل المباراة القديمة فكن نظن بأنه حقق ما لم يكن في الحسبان وحقق إنجازا تاريخيا جديدا أول مناخب وطني مغربي يحصل على سبع نقاط في ثلاث مباريات في كأس عالمية أول منتخب عربي إفريقية أهل متسيد للمجموعة بسبع نقاط سجل أربع أهداف لم تدخل مرمى إلا إصابة واحدة بنيران صديقة بنيران صديقة آداء متميز تطور في المستوى لا شيء الآداء 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 هذا ذكرتني أخينه في اللغة العربية ووليدا رقراجي لما كان في الويدات تصل بي وقال لي أرى ما كان فهمش اللغة العربية أذر معي بالدريج صحيح عبدا نصير مزراوي يقول نريد إسعاد الجماهير سنواصل هذه الرحلة بنجاح بإذن الله هذا التفاؤل الذي يحضر اليوم في نفوس اللاعبين وكأنهم طووا صفحة دور المجموعات وأصبحوا يفكروا فيما هو آت وهذا يشعرك بأن هناك اطمئنان من العناصر الوطنية وأن الأصعب قد مر وربما المرحلة المقبلة قد تكون بإذن الله أيصر بالنسبة لهم ولن تكون بصعوبة ما حدث معنا في دور مجموعات وجهنا فيه المصنف الثاني عالميا وجهنا فيه وصيف بطل العالم منتخب الكرواتي وجهنا فيه من احتل المركز الثالث في مونديل 2018 ووجهنا منتخب كندي عنيد صعب المراس يقاتل لديه سرعة في الآداء والانتقال من مناطق الدفاع للهجوم مررنا بمجموعة من السيناريوهات قد تشكل خير زاد ربما للعناصر الوطنية في المباراة المقبلة واخنوف لما أحدثت القرعة في البداية أوقعتنا في مجموعة قوية مجموعة الضم منتخبا وصيف بطل العالم ومنتخب آخر لعب نصف النهائي وفاز بالمركز الثالث ثم منتخب حديث تطور وفاز بالريادة في مجموعته مع منتخب أمريكا والمكسيك منتخبات قوية جدا والكل كان متخوف من أداء الفريق الوطني المغربي النظير ما شاهده في عهد وحيد خليل زيتش من أداء لأنه أنصفتنا النتائج ولكن الأداء لم يكن في المستوى كانت مشاكل كثيرة بين الناخب الوطني واللاعبين وبعد كثير من اللاعبين كانت مطالبة للجماهير بإعادة هؤلاء اللاعبين تم رفضهم حضرنا كأس إفريقيا وقعت ما لم يكن في الحسبان وأن المنتخب المغربي كان بإمكانه أن يفوز بهذا الكأس ولما وقع في مباراة قوية ضد مصر أظهر ناخب الوطني أندك على أنه ضعيف من ناحية التكتيكية ولم يتعامل مع المباراة اليوم وليد الرقراجي أعطى طمأنينة كبيرة لهؤلاء اللاعبين وللجماهير التي نشاهدها في الشاشة بالفعل أن هذا ردود الجماهير سواء في الشوارع في المقاهب في البيوت في أي مكان لنخرج عن الحوار الكلاسيكي نهدره شوية بالروح التي شفناها اليوم شاهدنا الماتش أنا وياك والسي محمد فاخر والسي عبد الحق الشراط ونقوله شكولنا الرابح والسي مرباح وجه الخير علينا شفتي المشاعر في القهوة في أطفال والنساء أنا حذرت كم تجمع كرة القدم من أنواع في المجتمع ذكور إناث كبار في السن صغار أطفال وهذه فيه تربية للوطنية حد ذاتها وهذه الشعور الأبرياء وانت تشوف شفتي الفتيات الصغيرات وتلك الأطفال الذين كانوا من الجانبين الأمهات كل يرتدي والصغرية والغناء والنشيد الوطني والملحمة للصحراء المغربية هذا يعطيك واحد الانتعاشة ويعطيك واحد القشعريرة في البدن بوريشة بوريشة بهذه العبارة عندي وكتحس أنا ما كذبت عليك لما يعزف النشيد الوطني وكتكون ذلك الحجود الجماهيرية حاضرة والله القسم بالله العظيم للدموع تدرف من دموعي لأنك تحس بالوطنية القحة تحس بأن المغاربة يموتوا على الوطن ويموتوا على البلد ويخصهم غير يفرحهم قلينا نشوف دموع هشام أعطينا النشيد الوطني السياسي بدأنا بحلقة ملف خاص وبالفعل هو مباريات المنتخب الوطني إلى أكثر من ذلك وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن الصورة التي تبقى خالدة في الأذهان حين يعزف النشيد الوطني ويردد بحناجر أربعين ألف رجل وامرأة فتاة وشاب وشاب شيخ وعجوز وكل ما تشاء من أصناف المجتمع المغربي الذين حضروا هناك في قطر وقبل ذلك في روسيا واليوم ربما بعيدا عن ما هو تقني هو إنصاف لمجموعة من الأجيال التي ضاقت مرارة غدر الكورة وما أقساها نتذكر 98 كيف كانت المؤامرة بين البرازيل والنروش نتذكر 94 ما كناش خايبين مع الراحل بليندا لتلك الدرجة ولكن يعني حدث ما لم يكن في الحسبان أمام المملكة العربية السعودية أمام بلجيكا وخرجنا من أول الأدوار نتذكر مباراة 86 ألمانيا والعبور على حساب برتغال ومجموعة نارية وتذهب مع ألمانيا الند للند وتخسر بضربة حرة مباشرة من المكارلو ثرماتايوس سجلت بصعوبة على بده الزاكي اليوم ومع الإنصاف يحضر بقدام جيل جيل لن يتكرر وأنا تمنى أن يتكرر بكل صراحة أنا صراحة أن أخي نفل أنا متابع يعني عن قرب هؤلاء اللاعبون مستوديا لهم سواء في الأندية سواء على الصعيد بطولة المحلية بطولة يعني الأوروبية يعني مستويات تتطور يعني مباراة بعد أخرى والدليل هو أن هؤلاء اللاعبون يتدرجون من فريق متوسط إلى فريق أفضل أفضل وهذا يعطي نعطيك جوج أمثلة على سبيل مثال الحصر حكيم زياش ونصير مزراوي وياسين بونو مثلا ونصير يعني كي اللاعبين يبدوا من فراق صغيرة ومن بعد يخدوا المكانة وصاروا أساسيين هذي اللاعبين هذو يشرفوا كرة القادمة المغربية يشرفوا المغاربة ولما يحضروا يبغيوا يبللوا القميص دي الفريق الوطن المغربي ويعطيوا إشارات على أنهم حاضرين المغرب من أجل إسعاد الجماهير من أجل أداء مهمة وطنية منتخبات كثيرة تتوفر على نجوم كبار يكفي أن نقول من يلعب الآن ويتفوق على كوستاريكا بهدف يتيم المنتخب الألماني لم يظهر بذلك الوجه الكبير وظهر بوجه شاحب خلال البطولة بلجيكا التي لديها هازارد ولديها دي بروين ولديها كورتوا ومجموعة من العناصر المتألقة أونانا فيتس قل ما تشاء كلهم كاراسكو أتلاتيكو مادريد من يجلس المقاعد البودلاء 48 مليون أورو ورغم ذلك اليوم لدينا إجماع وهذا ما قاله مدرب المنتخب الكندي قال هؤلاء لديهم روح قتالية يعبرون من خلالها كل الأدوار على المنتخب الوطني المغربي ويعرفون كيف يحققون الانتصار اليوم هناك إجماع على أنه منتخب الوطني الحمد لله ما بغيناش يعني خمسة وخميس مطمئن في آداءه ويلعب الند للند مع الجميع باختلاف المدارس الكروية التي يواجهها نخي نوفر نعطيك مثال بسيط يعني لمشت المباريات يعني تلاتة دي الفريق الوطني المغربي وشهد المباراة يعني قبل اللحظات بين منتخب ألمانيا ومنتخب كوستاريكا يعني ما كنش فوارق بان بدات تبان بين منتخب مغربي ومنتخب مثلا أوروبي نهائيا كل أمور والأسلحة تقنية تاكتيكية متوفرة في الفريق الوطني المغربي هذا نتاج عمل دي المدرب ليعرف كيفاش يتعامل مع هذي اللاعبين ويعرف العقلية دي اللاعب الأوروبي يعرف العقلية دي اللاعب المحلي هو نفسه تعامل مع عقلية في أوروبا لما كان لعبا تعامل مع عقلية مع لعبين لما كان مدربا بالفتح والوداد يعني أخذ دروسه عبار من الحياة ومن كذلك الأداء الرياضي سواء بصفة عامة على صحيح الأندية أو المتخبات هذي اللاعبين هذي صحيح بأنه كان غضر الكورة لأنه مروا بفترات متقطعة مثلا زياش حمد الله المزراوي ولكن لما عادهم إلى الفريق الوطني المغربي وبتعاون أقولها مع رئيس جامعة كرة قلم سيفوزي القجاع التي ترفع له القبعة لأنه عنده واحدة تدور كبير لديه لمساته الخاصة لأنك تشوف عوائل لعبين حاضرين لما المغربية لا يوجد فرق بل مغربي يعيش بالمغرب ومغربي يعيش بأوروبا أو بالخليج تحس بأنك هناك كأب أسرة لكيحاول هذه المنظومة القرية صحيح كيوفر لها كل الأجواء باش تكون سعيدة تكون في ظروف سليمة باش تعطي نتائج والحمد لله المغرب لما كيشوفوا هذه الأمور هذه غادة في اتجاز صحيح رغم الصرف الأموال ولكن الأموال كتمشي في اتجاز صحيح من أجل أن يكون المغرب وضاءا من أجل أن يكون المغرب من بين المنتخبات الكبرى واليوم نتسلق درجة درجة في ترتيب العالمي يؤمس كنا في مرتبة 19 فوز دي اليوم ويعطينا تسلق لدرجات ونتمنى نمشي إن شاء الله رحمه وينعكس علينا في المستقبل بإذن الله لا في التصفيات الخاصة بالمونديال ولا حتى بالكلاس مول سيكون عندك باش تكون في تصفيات كأس أفريقيا أو غيره من المناسبات القادمة ولكن في نفس الوقت يعني اليوم لوليد أسلحته في مونديال قطر بمعنى آخر حين يأتي البودلاء ويلعبون بذات الجودة التي يقدمها اللاعبين الأساسيين حين تجبر على أخراج بونو بعد عزف النشيد الوطني وتدخل لمحمدي كما قلنا بدون حتى التسخينات حين تضطر إلى أخراج سليم أملاح وعدم لعبه كأساسي وتدخل مكانه الصابري ويؤدي الدور حين يتعب بوفال وأناحي وتستبدلهم بعناصر أخرى يدخلون يقدمون الإضافة حين تستعين باليميق لكي يكون سد منيع أمام لوكاكو ويحسن إتقان هذا الدور ويدخل معك حتى في لقاء كندا ويبعد مجموعة من الكرات سواء برأسه أو حتى بقدميه ويشكل صمام أمان حين تعتمد على المقاتل اللي كنشوف الصورة صفيانا مرابط ويعطيك في كل لقاء 98 دقيقة الدقيقة الأولى تشبه الدقيقة الأخيرة هنا نعود لخيارات بشرية لم يكن هناك متسع من الوقت لكي يكون خيار صائب ولكن وليد نرى أن لديه عين التقنية الذي أصاب وأجاد في اختياراته والاختيارات ما جاتش يعني وليدة صدفة اختيارات جات بإناء على معطيات وهذا المعطيات هذه كانت هذه المعطيات باش كانسي وحيد صدقني وهذا هو الفرق بالمدرب كنا نقول من باب الغيرة أن هناك من حتى يمكن بخبرة بسيطة في كرة القدم ألا أجلسه حتى على مقاعد البودلة ولكن تعامل وكان يحضر أساسي التعامل شوف تواصل مع اللاعب حتى يعني هذا الكلام اللي صرته كله يعني الخلاصة دياله وأن والد فالخطابات دياله مع اللاعبين كم جمعة يعني كي أعطيهم الرسائل على أنني معتمد على الكل كل واحد غد جاء الفرصة دياله اللي غد يجي الفرصة دياله خصيبيا بأنه فعلا أهل ذلك المكانة نبغي أن اللي غد يدخلوه مثلا لحظة اللولين ما يعطيوش القاميص للحديين أخرين يبقوا تابتين في تشكيل أساسي تنفسية تكون في التدريب الجاهزية هي اللي غد يتحكم وغد تفصل بين اللاعب ولاعب هذه المعطايات وهذه الكلمات وهذه الخطاب رأولك يخلي هذه اللاعبين يعطيوه أكثر البودلة كيكونوا كيشاهدون المباراة ربما ماشي ربما يقين أنهم كيقولهم تبعوا المباراة وشوفوا في نهاية نقطة الضعف ديال الخاص من نقطة القوة باش البديل اللي غد يدخل يعرف شمي دير يمكنه يعطينا الإضافة هاتش هذا كله مبني على واحدة استراتيجية واحدة فلسفة مدريب كي يعتمد عليها وبها باش هو ناجح ماش يغيف الفريق الوطني حتى في الأندية اللي يشتغل فيها مدريب شاب طاموح مجتهد ولكن ميزة ديالو تواصلوا مع اللاعبين صحيح هي القمة ديال تحدثت عن التواصل وفي التواصل لدينا مجموعة من الأحداث التي كان فيها وليد عنيد بمعنى آخر في معسكر إسبانيا دفع على النصيري ودفع بشراسة والكل استغرب يعني لماذا وقلنا حينها يعني مجموعة من الإعلاميين والمراقبين عن بعد قالوا نعم لندعى من صيري وقد يبعث من جديد في المونديال ولكن إن أردت أن تسجل عليك أن تبحث عن قطع غيار على مستوى خط الهجوم للكي لا تقع في فخيرونار الذي ذهب مع كل احتراماتنا ببحدوز وخالد بوطيب وعجزنا عن التسجيل ولم نحقق النتائج المرجوة بمباراة المفتاح كانت أمام إيران ودافع بشراسة وحين ذهب في تنافس أو في خطاب مع الإعلام حول الزلزولي وردا على ما يكتف في منصة التواصل الاجتماع دافع عنه بشراسة ولكنه صاحب القرار لم يدخله كبديل كما اعتدنا على ذلك لا في لقاء بلجيكا ولا في لقاء كندا اليوم لديه القدرة على التعامل مع الجمهور مع اللاعبين ومع الإعلام هذه خصال لا تتوفر إلا في مدرب قد يقودك إلى أبعد مدى في أي منافسة تخوضه أنا نتمنى صراحة نتمنى يعني يطول يعني البقاء دي الوالد الرجراغي يعني أطول فترة ممكنة لماذا؟ لأن اليوم يعني كل الجماهير المغربية التي تفهم في الكرة والتي لم تفهم ما شيء كنقول ما تفهمش في الكرة كنقول بأعين تقنية يعني كنشوف هنا في والد المدرب اللي يمكن له يطور هذا المنتخب اللي يمكن له يبني هذا المنتخب ويجيب لك عناصر جديدة ويجيبك عناصر جديدة بأنه باش تدعي تد لاعبين صغار السين الفريق الوطني وكتعطيهم الفرصة أنهم يدخلوا في مناسبة عالمية هذه اللي تعطى لمدربين كبار ما يزعموش عليها ولكن وليد استعمل هذا السلاح هذا هذه وحدة من جهة ثانية لما تكلم على نصيري أنا عندي اليقين على النصف يعني المتابعين قالوا بأن هذا الخطب ليس في محله ماشي معقول أنك تتكلم على هذا اللاعب بهذه الطريقة لأنك ربما غطيح بلاعبين آخرين ما يبقاش عندهم الطموح والرغبة باش يجيوا الفريق الوطني المغربي ولكن هو كيعرف بإمكانية دي اللاعب وكي يشوف الخطة دياله مبنية فلسفة دياله مبنية على طريقة لعب النصيري الطريقة باش غايستعمل ويشتغل اليوم هذوك الخمسي اللي كانوا رافضي الكلام دياله عندي رياقين اليوم سيكونوا يراجع عنفسهم لأن ذلك اللي دار اليوم نصيري كعمل كجهد خارق لا بالضبط اليوم لأن اليوم كانت ضغط على حامل الكرة دار واحد مجهود كبير ومن يحولوا الجيال يسرى ضعف الجهد في الكرة التابتة العالية كان هو طب وبناء المرشدات وبناء سجل هدفين هدف ملغي وهدف ملغي وهدف احتسر نرجع الزلدولي الزلدولي الكل يعني تحامل عليه ولكن المدرب لكي يحمي اللاعبين أنا بالنسبة لي هو المدرب ناجح لأن أولا زلدولي صغير السن يمكن أضطر فيه ذلك شيء لأنه كان شكلان بأنه أضطر نفسانيا ولكن تعامل معه ما بغاش يدخله مبارا أخرى باش ميحرقلوش الأوراق دياله وهذا رفيع الكيديرو غير مدربين ربما يحتاجوا يختار اللاعب الوقت المناسب لغادي يعطيها الفرصة دياله باش أنه يجب الجهود غايدخول غايموت معك يعني هذا أمور ووزع ما سنقولك يحسن عوان وليد القراغي لأنه يعني كما قلت يتعامل مع كل مع الجميع نعم يعني بواحدة عقلية وواحدة احترافية وما كي أدي حد صح يتقن التعامل قلناها في سياسة التواصل وهو أمرها مهم جدا بالنسبة لأي ناخب وطني وأيضا وليد نموذج لمدربين محليين نجحوا مع منتخبات بلدانهم اليوم يعبر اليوسيسي بست نقاط مع السينيغال هو الآخر للدور الثاني وليد يعبر مع المغرب بسبع نقاط جمال بالماضي يحوز على لقب كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الجزائري في مصر 2019 ويقدم منتخبا قويا جدا سبقهم في ذلك حسن شحات بثلاثية تاريخية مع مصر في الكان يعني لماذا نتأخر في إعطاء الإطار الوطني يعني المسؤولية ونمنحه ربما يعني فرصة لإثبات الذات وأيضا خط فصل جديد في سفر الكرة الوطنية هذا سؤال يمكنك توضعه على مسؤولي كرة القذام ورؤساء الأندية ورؤساء المنتخبات لماذا؟ لأنه من كان ناخذ أمثلة كثيرة دي المدربين كانوا مغمورين والدوء القاب جوارديولا بدأ مع برسلونة وهو مدرب لفريق الأمل الأول فريق مسكه وبرسلونة فاز بستديا الألقاب لويس إنريكي والآخر بدأ مع فريق أيسروم سنة تحول إلى برسلونة فاز بخمس ألقاب اليوم مع متخب إسبانيا هذه أمثلة بسيطة أنا أقول كلمة مطرب الحي لا يطرب هذه أصبحت ملغات أنا أعترف بالكفاءة كين أطر وطنية كتشتغل عند قيمتها عند مكانتها لإجتهدات لعبات الكرة وعند الإمكانية أنها تبدع فكي يخص المسؤولين أنهم يفتحوا يديهم هذه الأطر يعطيهم الوقت يعطيهم الإمكانيات لأنك نظن بأن نجاح وليد رأى هو مستمد منطقة رئيس جامعة كرة القدم لأنه كما كان رئيس الجامعة ومكتب المدير يعطوا تقيق الإطار الوطني لا نظن بأن وليد يقوم بهذا العمل ولكن كان هناك إحاطة كانت وحد الإمكانيات كانت مجموعة من الأمور لتفرط الفريق الوطني المغربي لكي يريد يقوم به الظروف الملائمة لكي يكون في المستوى إلى هذه الظروف قد الإمكانية تفرط حتى في الأندية في المنتخبات الصغرى كان نظن بأن مستقبلا الإطار الوطني ينتج وغير يبدع وغير يعطينا لاعبين سواء هنا مزاورين في المغرب أو خارج المغرب وكان نظن بأن الطاقات والملكات الفردية للاعب المغربي متميزة جدا صحيح لأن الإمكانية التي ظهرها اللاعبين بانت بأن عندنا كل الإمكانية لكي نكون في المستوى العالي مستقبلا وما أبقى لدي عنصرين في المنتخب الوطني لابد أن نتوقف عندهم كثيرا أبدأ بحكيم زياش ومن ثم نعرج على سوفيان مرابط هذا الثنائي لم نرى عناصر مشابه لهم في منتخبات عالمية بكل صراحة ممن تخوض منافسات المونديال التي يقال أنه مثلا النجم الأول في الأرجنتين هو ليونيل ميسي النجم الأول في هذا المنتخب هو فلان في إسبانيا فلان ولكن الأثر الذي يحدثه هذا الثنائي في أي مباراة لعبها المنتخب الوطني ربما عيون المنقبين أو الباحثين عن صفقات مونديالية لأندية كبرى في العالم سترصد هذا الثنائي وسيذهب بعيدا وزياش أنهى مرحلة الفراغ التي كانت مع ناديه تشيلسي وصفيانا مرابط ربما قد قد يبدأ فصل جديد في مصاريه الكراوي مع نادي يفوق فيورنتينا ربما وحتى الدوري الإيطالي أنا سأبتدئ بحكم زياش حكم زياش القوة المزاجية التي يتمتع بها سأعطي على أن يكون في مستوى أحسن لماذا؟ لأنه مرى من فترات طرده المدرب الأول والمدرب الثاني في تشيلسي وقع في مشكل مع وحيد مشاكل بالجملة ومع ذلك مصير على التمارين مصير على لعب المباريات إن احتجه المدرب اليوم في هذه الظروف ويظهر بهذا المستوى ومن أعطاه تقع نعود مرة أخرى هو وليد ريقراغي المباراة التي سجل في الهدف الأونتولوجي زادته تقع أكبر وأنا أتبع كل دقيقة لما يسجل الهدف أرى كيف هي ملامح اللاعبين لما يتجهون عند الزياش تختلف عن اتجاههم للاعبين آخر لأنهم يعرفون بأن الزياش واحد من اللاعبين الكبار واحد من اللاعبين اللي وضع ثقة دياله مفتح لعب في المنطقة تماما ويمكن له أنه يدلك الفارق في أي وقت وكنظن بأن الهدف دياليوم كي يبين بأن الزياش يعني ما محتاج لشي علم آخر إلا تقديق خصبية خصبية تكون حاضنة باش يقدر زياش يطلع المكسيم بالنسبة للمرابط المجهود البداني ما شاء الله لأنه اليوم في الإحصائيات سيتلقى بأن المرابط يكون جراء أكبر عدد من الكيلومترات داخل رقعة الملعب بدون توقف وإحنا في الدقيقة 94 وفي هجمة مرتدة من مربع العمليات إلى آخر المربع باش مر الكرة اللاعب حمد الله ذلك المجهود كي يبينك بأن اللاعب في قمة العطاء دياله وأكيد أكيد أن هذه المنافسات الكبرى كتعطي اللاعب قيمة إضافية وكتكون متابعة وعندي اليقين بأن لا زياش ولا المربط ولحتى بعد اللاعبين ما تنظن سيواصلون المسير في فرقهم الحاليا ألمانيا اليابان كستريكا من تفضل أنا صراحة ونت من يارب يسمعني بغيت ألمانيا لماذا أولا كنشو بأن الطريق قد يعيد نفسه لأن أول مرة تأهلنا الدور الثاني في 86 لعبنا مع ألمانيا أول مرة بسبعات نقاط من السيدين لعبوا مع ألمانيا ولكن نردوا لأعتبار نفسنا هناك دين تماما ونفوذوا بيدنا على ألمانيا وأنا نتمنى إن شاء الله رحمه رحمه اللاعبين يكونوا في الأوج العطاء لأننا نعرف أنه وليد يمكن اليوم غير كل فرح غدا غير يبدأ العمل أكيد أكيد غير تفكير في المباراة القادمة وغير بغير يزيد خطوة إن شاء الله يوم الثلاثة المقبل يوم الثلاثة باش نكونوا إن شاء الله عاوتاني سعداء ونتمنى الفارق الوطني المغربي وهذا اللاعبين وهذا الأبطال اللي يعطونا يعني الدفع وعطونا السعادة وغيروا حتى شوية من نمط ديال العيش ديالنا اللي كانت روتينية صراحة من كذبت عليك ولكنك تحس بأن غدا ناشطة فرحانة كل شيء سعيد كنت تأخي هذا هو سحر كرة القدم يعني كرة القدم لغة بوحدتها وكنت منهم جميعا توفيق ومعات صور ديال الحراس المرماو والإبن ديالنا البر ريضا والجميل وأنني دربت جوج ديال الحراس ريضا دابا زنيت يا وتا ودربت هذه تدريبات قديمة المنتخب الوطني قديمة الفارق الوطني ياتين بونو ومن ساوش الضور اللي قام به المحمدي في المباراة الثانية صحيح كان سد منية سد منية ما شاء الله حتى سي نفل أنا حارس مرماو مدري بحراس المرماو اشتي باش تكون غاز في الوبون دوتوش وعارب بأن الحارس ممضمون أساسية لبونو والنشيد الوطني عزيف صحيح نفسيا ممهياش ويقول لك المدري بغادي يدخل ويدي لك المباراة تكون سميتك محمد المحمدي مونير الكجويل مونير المحمدي صحيح صراحة شكرا لهذاك المجهول اللي بدل وشوف ما عمري سمعت أنا المحمدي تكلم بكلمة وما تسمع من نوال وادكسي أول يوم كنشوفه بقى ذاقيقة والصفر الحاكم هو الليل من الله هو الليل ودخل التيران والبس لعلام وخدف صاوة يعطيك تمئنان ويعطيك على حالك الحمد لله في ظروف نتصويرت بخلال كان يفك الماتش اليوم بهدف لو اتلقى تمريرا من حمد الله لحمد الله اللي خاص يكون بنجاعة أكبر إن شاء الله في اللقاءات المقبلة باختصار لأن الوقت دهمنا أنقذنا مونديال قطر بقاء منتخب عربي في الدور الثاني يعني قطر كما قال أمير قطر الشيخ تميم قال هو مونديال للعرب وليس فقط لقطر وبالتالي بقاء منتخب عربي أمر يشرف المنظمين هناك وتحية إكبار بعد المسؤولين الكبار دي دولة قطر والشكر الجزيل حضر اليوم أمير قطر واحدة فلاوة يعني عن التآذر وعن الدك الحب دي لهم من البلد دينا وإحنا الحمد لله أشقاء إحنا رأى أننا في البلد دينا كان لعبو في قطر مع الجماير دينا العربية إخوة القطريين كانت منه إن شاء الله هذا الكأس العالمية الأولى في دولة عربية أن الفريق الوطني المغربي يمشي فيها إن شاء الله نجيب الكاس معنا نبقى حتى نهائي لوسيل لا يكون شيء قريب عن دولة 18 من ولنك الحل مبزا ولكن منك تشوف في الواقع كتلقات مجهودات ممكن أنها تشوف عيسي هشام سبق لتركيا أن وصلت لمربع الكبار سبق لكوريا الجنوبية سبق لسينيغال سبق لغانا أن وصلت لمراحل متقدمة في المونديال يعني هناك تجارب في التاريخ تمنحنا الأمل أن نذهب بعيدا أن نؤدي مقابلات بدون ضغوطات إن شاء الله في المرحلة المقبلة وأن نوصل مرحلة بمرحلة والذي جاء باسم الله وتوفيق من رب العالمين إذا كان ذلك الكاس غير يجي لنا فيها بس أنا حاجة واحدة إذا سوف نوصل فينا سوف نقوم هذه الحلقة تم إن شاء الله إن شاء الله عليش الله عليش الله بإذن الله بإذن الله موفقين إن شاء الله الشباب دينا شكرا شكرا لك سيشام إدريسي شكرا لك وشكرا ككلمة لا تكفي لأسود الأطلس للناخب الوطني للطاقم الفني لكل من ساهم للجماهير التي كانت حاضرة هناك وضغطت وأشعلت المدرجات في ملعب الثمامة بالفعل شكرا لا تكفي وقواميس اللغة تقف عاجزة لكي تعبر لكم عن مدى الامتنان والاعتزاز والافتخار والسعادة التي تسكن القلوب والعقول معا بعدما أنجزتمه هناك في الدوحة واصلوا المسير وليجا بسم الله كما قال المرابط داتا يوم شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحيي إنما كنتم إلى اللقاء